موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساءكم ان شاء الله كله شرح وانشراح وكله ان شاء الله هيكون كويس بحاول قدل استاعة محمد اني امشي على خمس دقائق اليوم اللي حنتكلم فيه العلاقات العامة واخواتها العلاقات العامة من العلوم اللي عادة تكون فيها يعني تشابه مع كثير من التخصصات اللي موجودة في مجالها سواء كانت مثل التسويق مثل الدعاية مثل الاعلان كل هذه الاشياء عادة تشابه فيما بعض فإذا حبينا نعرف العلاقات العامة مهم جداً أو شيء نفرق بين العلاقات العامة وباقي التخصصات اللي موجودة عندنا كثير من يعني التخصصات اللي حنا نقول بينها فيه انسجام لكنه الانسجام هذا متوتر الانسجام المتوتر بين التخصصات مش السبب فيه التخصصات نفسها السبب فيه ممارسي هذه التخصصات دائماً يكون فيه صراع بين أهل التسويق وأهل الإعلام أهل العلاقات العامة كلهم يدعي أنه هو الأصل وأنه هو المدرسة الحقيقية أهل التسويق يقولون أنه العلاقات العامة هي جزء منها وأهل العلاقات العامة يقولون كي تنجح العلاقات العامة لا بد أن تنفصل عن التسويق وتدخل بينها عادة كلمة الدعاية وكلمة الإعلان وبعض الكلمات أنا عنوانت اليوم العرض بأخوات العلاقات العامة لأنه فعلا نحاول نقرب بين هذه العائلة حتى أن نستطيع نوصل إلى تعريف معين للعلاقات العامة وهو هدف هذه القسم الأولى والكلمة في فعالية اليوم طبعا لما نعنواننا بأنه زايد 18 لأنه فعلا هي زايد 18 فأنا يعني أصرح من الآن لأنه أخياني المطاوع لا يزعلون علي باللي يشوفونه وأنه الموجود ليس بالضرورة أن يمثل رأي صاحبة هذا عيش تغل شكل زايد 18 لم أكبفته ها فيها ايه خلاص طبعا حتى نحاول نصلح بينهم وين الكمبيوتر حتى نحاول نصلح بينهم قررنا نسوي لهم بارتي البارتي طبعا أنتم عارفين أنه الوضع يعني فري يعني داخل البارتي فلذلك خلونا نشوف بعض المواقف اللي تصير داخل هذه الحفلة ومن خلالها سنتعرف إن شاء الله على هذه التخصصات الموقف الأول واحد ما عنده وقت في الحفلة طبعا الحفلة خليطي ففي الحفلة شاف واحدة كده مزة على قولتنا فقرر أنه مباشرة يدخل فيها ما عنده وقت لكن كان طبعا في الأخير يعني الغاية تبرر الوسيلة فكان قصده جيد فأول ما دخل عندها مباشرة قال أنا غني هل تتزوجيني؟ ما عنده وقت رجال صريح ويحاول قد يصطاع إنه يعني يخلص أموره طبعا هذا النشاط اللي هو سواحنا نسميه تسويق هذا النشاط حنا نسميه تسويق لأنه مباشر عرض السلعة وطلب يعني توكع على الله لو رحنا لشي ثاني واحد رائق أخذ رقم هاتفها في اليوم التالي اتصل بها وقال أنا غني هل تتزوجيني؟ هو الحقيقة تسويق لكنه استخدم فيه طريق استخدم فيه وسيلة فلذلك حنا نسميه تسويق عن بعد أما اللي عندك كبرياء فما قرر أنه ليتكلم أرسل أخويا أخويا زجيرتن قال لهم أنتم بلغوها عني فراح واحد من أصدقاءه وراح إلى هذه المزة وقال لها هو غني تتزوجينه؟ هنا صار فيه شيء تتاصى في طرف ثالث وهذا هو ما نسميه بين هذه العلوم بالدعاية دائما الدعاية تأتي من طرف ثالث ليس له علاقة بأحد الطرفين سواء كان البايع أو المشتري متعويدة هذا الثالث هو اللي أخرج لوحة واللوحة هذه كان مكتوب عليها اسمه والرقم الهاتف وعبارة أنا غني أو غني يبحث عن زوجة يعني لطفها شوي هذا النشاط نسميه نشاط الإعلان لأنه فيه كل عناصر الإعلان الموجودة كوانسان كان الصورة أو الرقم أو حتى الميزة الموجودة خوينا الثالث واثق من نفسه أتت إليه هي وقالت أنت غني تتزوجني؟ طبعا هذا في علم هذا نسميه اعتماد وقبول منتج خوينا المضفوق ذهب إليها أو ذهبت إليها وقلت أنا غني هل تتزوجيني؟ طبعا ما كان فيه إلا كف على وجه مباشرة وقالت له غني عند أمك هنا اللي صار طبعا حتى تكونوا في الصورة اللي صار هو ردة فعل عميل لا بد أن كل واحد داخل هذا السوق يتقبلها أما المسكين خوينا الإعلانياتها راح لها وقالها أنا غني تتزوجيني فقدمت له زوجها طبعا هنا مباشرة خوينا أخذ وضعية المزهرية لأنه غضع جدا صعب وما درست كان فيه فجوة بين الطلب والعرب أما الأخير ذهبت إليها وقالت وقبل أن تقول أنا غني تتزوجين إدخلت زوجتا المسكين توحك طبعا الحين اللي يبغي يزوره هو في قسم العظام غرفة A3 هنا فيه عقبات دخول أسواق جديدة أنا المثل اللي يهمني الرجال راعي الذوق راعي الذوق أو خلنا نقول أنت يا صاحب العلاقات العامة نهضت وعدلت ملابسك وهندامك لاحظوا معي بس الخطوات اللي موجودة ما يوصل هذا لف هنا ما يوصل ذهبت نهضت وعدلت ملابسك ذهبت إليها قدمت لها العصير وقطعة شوكولاتة انتهت الحفلة وصلتها للسيارة فتحت لها الباب ثم قلت لها بالمناسبة أنا غني تتزوجيني هذا النشاط اللي صار هو نشاط علاقات عامة خلنا نراجع مع بعض على السريع نهضت وعدلت ملابسك وهندامك هنا في بناء صورة ذهنية اثنين ذهبت إليها وقدمت الورد أو قطعة الشوكولات أو أي شيء معين وهنا عنصر ثاني في العلاقات العامة وهو التقرب من الجمهور ثلاثة خاويتها أو صاحبتها إلى السيارة وفتحت لها الباب هذا أيضا في علم العلاقات العامة نسميه المراسم والبروتوكول وهو أحد أهم أركان العلاقات العامة أيضا أخيرا قلت لها بالمناسبة أنا غني وهذه هي توصيل المعلومة بطريقة غير مباشرة إذن أركان العلاقات العامة الأساسية اللي عندنا هي بناء الصورة الذهنية والتقرب من الجمهور والمراسم والبروتوكول والمعلومة التي تقدم بأسلوب غير مباشر هذه الأربع أركان هي الأساسية اللي تكون العلاقات العامة لكن حتى نشرح العلاقات العامة بتعريفها المعتمد عالميا وهو تعريف الجمعية العلاقات العامة البريطانية CIBR وهذه آخر شريحة التعريف الرسمي للعلاقات العامة هو الجهود المقصودة المخططة المستمرة لإقامة فهم متبادل بين المنظمة وجمهورها واستمراره هذا هو تعريف العلاقات العامة المعتمد حاليا من الجمعية البريطانية CIBR الجهود وهو دائما يكون فيه شيء مقصود مخطط وأيضا مستمر والهدف منه هو إقامة فهم متبادل بين الجمهور والمنظمة والمؤسسة وأيضا واستمرار هذه الجهود أتمنى أنه في خمس دقائق قدرنا نلخص أهم شيء في العلاقات العامة وأخواتها حتى نوصل إلى الفهم الدقيق وأتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الفعالية كلها انشراح بانشراح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة